معروف أن الباتة تنوك التشريب أو تنوك الخالية لكن أنا هالمرة سويتها متشبوس شبست عليها لعيش البسمتي وطلعت لذيذة نوع من التغيير نبدأ هنا عندي لحمة راس وعندي لسانات قسلتهم عدل ولسان قطعته تقريبا ثلاث قطع بس يطبخ بالماء أشيل الزفرة ونزل المطيبات بعد ما يستمون نشيل الجلد اللي على اللسان نرش عليه شوية هيل وبهار ونقليه بالزيت قلي خفيف الجدر ثاني نسوي العيش نحم السمنة وبوصل وثوم شوية بهار ننزل العيش المغسول والمنقوع تقريبا نص ساعة ونحمسه دقيقتين نضيف عليه ماء سلق الباتة من ينشف الماء ثلاث ترباء نرش عليه شوية من صبغة الزعفران وننزل قطع الباتة بالجدر ونخليه بعث الساعة على نار هادية ويقدم ودعواتكم لأخواننا وعيالنا المجاهدين بالنصر في غين زين تاق وبالعافية معروف ان الباتة تنوك التشريب او تنوك الخالية لكن انا هالمرة سويتها متشبوس شبست عليها العيش البسمتي وطلعت لذيذة نوع من التغيير نبدي هني عندي لحمة راس وعندي لسانات قسلتهم عدل ولسان قطعته تقريبا ثلاث قطع بس يطبخ بالماء اشيل الزفرة ونزل المطيبات بعد ما يستمون نشيل الجلد اللي على اللسان نرش عليه شوية هيل وبهار ونقليه بالزيت قليه خفيف الجدر ثاني نسوي العيش نحم السمنة وبصل وثوم شوية بهار ننزل العيش المغسول والمنقوع تقريبا نص ساعة ونحمسه دقيقتين نضيف عليه ما يسلق الباتة من ينشف الماء ثلاث ترباء نرش عليه شوية من صبغة الزعفران وننزل قطع الباتة بالجدر ونخليه بعث الساعة على نار هادية ويقدم ودعواتكم لأخواننا وعيالنا المجاهدين بالنصر في غين زين تا وبالعافية